وجه رئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار صندوق تحيا مصر في تقديم مساهماته وتعزيز أنشطته وبرامجه في إطار الشراكة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي لمتابعة نشاط صندوق تحيا مصر ومساهمته في دعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية وخلال اجتماعا آخر لمتابعة الموقف التنفيذي لتنمية سيناء وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء بما في ذلك مشروعات استصلاح الأراضي الهدفة إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء وتعظيم المساحة العمرانية والإنتاجية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية واللواء أركان حرب حسن عبدالشافي المستشار برئاسة الجمهورية واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء محمد شوقي رشوان رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لتنمية سيناء وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء بما في ذلك مشروعات استصلاح الأراضي الهدفة إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء وتعظيم المساحة العمرانية والإنتاجية وذلك في إطار استراتيجية الدولة الشاملة للزراعة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية كما وجه السيد الرئيس بالتنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتدقيق قواعد البيانات الخاصة بكافة المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء بالنظر إلى أنها تمثل عنصرا أساسيا لتعظيم النتائج وتعزز من نشاط الدولة لمراجعة مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بها مع إيلاء أهمية متزايدة لموضوع الميكانة وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء ومخصصات مياه الرئي في هذا الصدد بالإضافة إلى نسب ونوعيات المحاصيل الزراعية التي تم إنتاجها في هذا الخصوص كما تم عرض الموقف التنفيذي للتجمعات التنموية وقرى الصيادين والمنازل البدوية في سيناء فضلا عن موقف المناطق الصناعية والحرفية في كل من العريش ورفح الجديدة وكذا المنطقة الصناعية ببئر العبد وكذلك سير العمل في تطوير مختلف الخدمات من مياه شرب وصرف صحي وطرق ومحاور كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر ومساهمته في دعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية وقد عرض اللواء محمد أمين في هذا الصدد مجمل نشاط ومساهمات صندوق تحيا مصر والدور الحيوي الآخذ في التطور الذي يقوم به منذ تأسيسه كمعاون لأجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية ولجاحه في العديد من القطاعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات وقد تجاوز إجمالي المساهمات التي ضخها الصندوق في مختلف القطاعات والمجالات على مستوى الجمهورية منذ إنشائه وحتى الآن مبلغ 22 مليار جنيه بما في ذلك مجال التطوير العمراني والإسكان البديل بحوالي 7 مليارات جنيه ومجال الرعاية الصحية بحوالي 11 مليار ونصف المليار جنيه كالإجراءات الطبية المصاحبة لجائحة كورونا والمبادرات الصحية المتنوعة والأجهزة الطبية بالمستشفيات إلى جانب عدد آخر من المجالات كمبادرات الحماية الاجتماعية بحوالي 1 مليار و300 مليون جنيه والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل بحوالي 400 مليون جنيه والتعليم بحوالي 531 مليون جنيه وبرنامج رعاية الموهوبين بحوالي 200 مليون جنيه وقطع الاستثمارات بحوالي 400 مليون جنيه فضلا عن التدخل في الحالات الخاصة بالطوارئ والكوارث الطبيعية بمبلغ حوالي 1 مليار جنيه وقد وجه السيد الرئيس باستمرار صندوق تحيا مصر في تقديم مساهماته وتعزيز أنشطته وبرامجه في إطار الشراكة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطع الخاص وذلك استنهاضا لقدرات الدولة الذاتية كأحد أدوات التنمية ومواجهة التحديات المجتمعية وكذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ورفى مستوى آداء الخدمات المقدمة لهم